السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وموقع جديد وتطبيق جديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفيديو اللي فات كنت بتكلم عن تطبيق ممكن انك انت تتحمله عندك على الجهاز وهو صغير جدا حجمه كان حوالي 277 ميجا بايت ولكن كان من ضمن شروط استخدامه مواصفات خاصة للجي بيو النهاردة انا جاية اتكلم بقى عن موقع ممكن تعمل منه upscale وممكن كمان تعمل منه حاجة اسمها real time generation يعني تقدر انك انت تعمل generate the image باستخدام الذكاء الاصطناعي ولكن real time بتشوف ال effect في ساعتها هنشوف مع بعض النقطة دي لانه ممكن البعض ما يتخيلهاش ولكن كمان الجزئية التانية اللي هو upscale and enhance اللي هو تحسين جودة الصور لضعيفة الجودة ممكن تستخدم هذا الموقع اللي لحد دلوقتي مجاني في هذه الجزئية ولكن انا متوقع انه ما يبضلش مجاني كتير upscale اللي انا اتكلمت عنه المرة اللي فاتت هو مجاني تماما وبتنزله عندك على الجهاز وبتستخدمه لكن موقع النهاردة ال enhance في كوريا اه اطمانا انه يكون منطقه مضبوط ال upscale وال enhance حتى الان تقدر انك انت تستخدمه بشكل مجاني بشكل عام تعالوا نبص على امكانياته ونبص ممكن يقدم لنا ايه لو احنا رحنا في ال power tools حنلاقي من ضمن امكانيات كوريا انه هو بيcreate perfect composition with real time editing يعني انت الصورة ممكن تعمل عليها editing وتشوف النتيجة in real time في الحال في اللحظة تاني حاجة ال upscale and enhance بيكبر وبيحسن جودة الصورة الجزء المتعلق بالابس الموجودة جواه عندي ال ai patterns ويعمل beautiful patterns with ai فيه logo illusions اللي هو اللوغو بتاعك ممكن تحوله ل visual illusions يعني تحوله كده لشكل visual مرئي شكل وهمي شوية كده عندك الانيميت والانيميت حاليا هو في المنتنانس فاحنا مش هنيدين بالانيميت تعالوا بقى نركز على الحتتين بالذات اللي انا جاية تكلم عنهم النهاردة وهما ال real time generation والجزء المتعلق بال upscale and enhance للناس اللي مش عارفة تستخدم ال upscale app اللي احنا تكلمنا عنه الفيديو اللي فات لو انا رحت لل real time generation بالمنظر ده انت طبعا بتروح تعمل login فيه او sign up فيه بالايميل بتاعك بالاكاونت بتاع جوجل لو حابب وهنا ده كان اخر promet انا استخدمته فحتاجي هنا احط الامر اللي انا عايزيه هنا مثلا هقول a flower in the vase ممكن احدد كمان a red flower in the vase ممكن اقول high details تفاصيل كتيرة ممكن اقول green او light blue background wool light blue background wool واخذين بالكو اي حاجة انا بعملها او بكتبها بتبين في لحظتها بحيث ان انت قبل ما تعمل لها download كمان انت تراجع عنها وتكتب حاجة تانية لو انت حابب ممكن اقول whole whole view whole view عشان يديني view كله زي ما احنا شايفين كده يعني بيصل عملية تغيير كل مكتب كلمة كل مكتب اي حاجة بيصل عملية تغيير على الصورة وفي الاخر خالص ممكن انا اعمل لها download من هنا ممكن اختار style ممكن اختار cinematic ممكن اختار illustration ممكن اختار bloom على حسب اللي انا عايزيه يعني ممكن اختار اي حاجة من دول انا ممكن اختار bloom ممكن illustration احلى وهنا ممكن اعمل download على طول وفي حاجة هنا اسمها quick enhance quick enhance اللي انا دوست عليه بيعمل لي enhance للصورة على طول تعالوا كده نعمل download ونشوف النتيجة هنا send to enhance upscaler وهنشوف مع بعض النتيجة او الفرق ما بين الاثنين ايه تعالوا كده نبص على الصورة الطلعة الصورة بتاعتها جودتها عالية جدا تعالوا بقى كده لو رحنا للupscaler عشان نبص على الصورة يعني انا لو رحت هنا قلت له send to enhance and upscale اهو قديني وديته اهو على ال enhance and upscale تاني option موجود عندي وجاي اركز عليه النهاردة الجزء المتعلق بال enhance انت عايز تعمل enhance اهو هنا هبتدي اقول له enhance طبعا تقدر تحط امر تقدر انك انت تزود على الامر لو انت حابب او تعمل negative from it حاجة مش عايزة هتحطها انا مش هلعب في الحتتين دول انا بس هطلب منه يعمل لي enhance فهنا ال resolution اللي هتنتج انا اخر حاجة اتنين هنا مستخدميها هسيب ال ai على 0.85 وهنا هيبقى 2048 في 2048 وحعمل enhance وهنشوف النتيجة اللي هتطلع عندي بعد كده هتبقى عاملة ازاي بيبتدي الاول يعمل checking position ثانتين يبتدي يعمل enhance للصورة يعني بيبتدي كده يحلل الصورة وبتدي يعمل لها enhance علشان يبتدي يزبط التفاصيل الموجودة في الصورة وحنشوف النتيجة ما بين ال quick enhance ولو انا استخدمت ال enhance جوه الموقع هيكون شكله عامل ازاي بس انا بفضل اكتر ان انا وديها لل up scale علشان يديني تفاصيل اكتر وجودة اكتر واحسن ما بحبش استخدم ال quick enhance طالما انا في ايدي ان انا استخدم الجزء المتعلق به ال enhance الاكتر دقة او تحسين الجودة بشكل اكبر للصورة من خلال الموقع نفسه لو بصينا بصة سريعة كده بصوا على الحاجات اللي قرر دي موجودة او معمولة دي خاصة بالموقع دي انا عملتها بصوا اللوجو كنت بحاول ان انا عمله enhancement بصوا التفاصيل بتاع القناة الاساسية بصوا الصورة دي شايفين الجودة والتفاصيل مختلفة ازاي دي الصورة الموجودة على السابنيل بصوا الفرق جودة عالية قد ايه تعالوا بقى نبص على اهو بصوا الصورة بصوا التفاصيل هروح اعمل download ونشوف الفرق ما بين quick enhance وال enhance عن طريق الموقع نفسه زي ما احنا شايفين في فرق كبير ما بين الصورة دي والصورة دي يعني بصوا كمان اهو لو بصنا على التفاصيل اهي انا شايفة ان انت الافضل ان انت تروح لي upscale option الموجود جوه الموقع نفسه يعني انت اصلا لما بتخش بتروح لهم بالمنظر ده كده وبعدين عندك generate عندك real time وعندك enhance تروح على طول ترفع الصورة اللي انت عايزها وتعمل لها enhance بمنتهى البساطة ده بالنسبة للاثنين الاساسيين اللي عجبيني بصراحة يعني كمان ان الصور معلها شوتر مارك يعني يعني الصورة كمان اللي احنا بنحملها معلها شوتر مارك ودي حاجة ممتازة جدا وحتى الان ودايما بحب اقول حتى الان دي لان انا لو رحت هنا مثلا وعشان شوف الفرق ما بين الاثنين اولا الريل تايم احنا جربناه image generation ليه خمسين صورة بردي ده في الفري بلان وعشرة فيديو جنريشن بردي وثري اي اي ترينيج افتر ساين ان شاء الله نجرب مع بعض الجزء المتعلق بالاي اي فيديو بس بعد موضوع المنتنس السيانة اللي هم بيعملوها على الجزء ده نعمله فيديو الواحده الكميرشيال لايسنس مش موجود شوية حاجات تانية هنا انا شايفة الفري بلان بشكل يومي لو ليه خمسين صورة في اليوم جنريشن دي حاجة كويسة يعني ده بالنسبة لي المجيني اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة زي اقول لكم في نهاية كل فيديو اتمنى كل اللي بنقدمه يكون بيعجبكم لو بتشوفنا الاول مرة اتعوك ان انت تبص بص على القناة ان شاء الله تلاقي فيها مواقع كتير وتطبيقات كتير خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي ان شاء الله اوعدكم ان انتو هتستفيدوا باذن الله ولكنت من متابعين العزاء متنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته